موسيقى مشاهدي لوتروسونس وصونس مرحبا بكم في حلقة جديدة من القران فورما يستقبلنا اليوم سيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية في حوار يخص ثلاث قضايا الجائحة الانتخابات المقبلة والشأن الحكومي مقاوم عنا تشوفوا هذه الحلقة موسيقى السيد العثماني مرحبا بك حبان أهلا وسهلا شكرا جزيلا بعدها مرحبا بك شكرا الآن نبدأ الحوار دينا اللي احنا فصلناه إلى ثلاث نقاط المحوار الأول الذي نبدأ به هو الجائحة الحالية اللي كان في المغرب ما هي الوضعية دينا ونحن نشوفو التكاتور دينا هذه الحالات أمس كانت تقريبا 74 دينا الموتى وكانت 12 ألف دينا الإصابات ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ أيها شكرا لنقول أولا الوضعية مقلقة ووضعية مقلقة وكما قلتي الحالات دي الإصابات كتزيد يوميا يوميا في 12 ألف حالة يوميا الحالات الحارجة الصعبة والخطيرة اللي في الإنعاش تزيد والوفيات كما قلتي دي بقى 72 وفاة البرح احتها تزيد معنا ذلك أنه نحن في واحدة الوضعية مقلقة مقلقة ماشي معناه أنه متصبوا بالهلع الخلعاء وبحالة إلى يعني ترتاب كلينا الحياة دينا لأ خصنا لأن الإشكال الكبير بالنسبة بالنسبة للتحكم فهذا الكوفيد 19 هو خصنا كلنا جميعا نلتزموا بالإجراءات الاحترازية في مكاننا مع الأسف في بعض الأحيان كان لقوا ازدحام في بعض الأحيان كان لقوا الناس لا يستعملوا الكمامات في بعض المدن وفي بعض الفضاءات كان لقوا الناس لا يلتزموا بحاجة السلام والتعناق ودكشي مع ناس وخي يكون واحد جاي من مدينة أخرى كان لقوا الناس ينتقلوا من مدينة لمدينة بدون سبب معقول خارج الضوابط القانونية اللي كان لقوا إذن عدد من الأمور مع الأسف الشديد كتخلي أنه كيسعاب علينا نتحكم أكثر مما تحكمنا على هذا الوباء كان واحدة إيجابية الحمد لله هذا العام بالمقارنة مع العام اللي فات وأنه دبا الآن عدد مهم من المواطنات والمواطنين ملقحين ضد هذا الوباء سيشراء المليون ونص الآن تقريبا ملقحين جوش تلقي حات ضد كوفيد-19 وهذه حماية مهمة لكن كان واحد الغلاط كي يرتكبوه بعض المواطنات والمواطنين وخاي كل إنسان ملقح وجوش تلقي حات خسوة متازم بالكمامة والتبع الجسدي ويبعد على الأماكن ديال الزحام ويدير تعقيم ديال ليدين مرات في النهار يعني هذه الإجراءات اللي هي الإجراءات الفردية لشن قاوموا نوباء خسد بقاوموا التزمين بها وخا ملقحين لأنه واحد وخا ملقح أولا يمكن تصاب وخا لإصابة ديالي ملقحين أقل بكثير جدا من الإصابة ديال الناس اللي ما ملقحينش ولكن الإصابة ممكنة أولا تانيا اللي ملقح وخا ما يتصابش هو ولكن يمكن يكون ناقل الفيروس إنه قل الفيروس لنس خرعين تعميم ديال التلقح الحمد لله جالة الملك كان أمر باش يكون التلقح مجاني باش يكون التعميم وحنا غادين في الاتجاه ديال التعميم الحمد لله بواتيرة جيدة ديالي ممكن ديره تقريبا أحيانا 300 ألف 350 ألف 150 ألف يوميا ديال الأشخاص ديال المواطنة والمواطنين اللي كيتلقحوا وهذه واتيرة جيدة واتيرة جيدة ولكن كل شي يلتزم بالإجراءات الاحترازية سواء النقحين أو ما اسمنا القنش إذا قدر له هذه الحالات قد تتكتر ما هو الصيناريول الذي يمكن تلقعه وإحنا أولا كنت إن شاء الله كنت تمنى وإن شاء الله يوقف ويتراجع يعني عدد الحالات وعدد الحالات الحاجة وعدد الوفايات يوقف ثم يرجع لأن الإجراءات اللي درنا في الحكومة وإجراءات اللولة اللي درنا تقريبا الآن فتع لها ما يقرب في 15 يوم الجزء الثاني من الإجراءات يالله درناه يالله بضعة أيام يالله دخلت حيز التنفيذ وبالتالي نحن نعوله باش هذه الإجراءات إن شاء الله تساهم تساهم باش نقلصوا من هاد الحالات وبالانتشار دي الوباء ولكن نحس المواطنين يلتزموا بيها لأن الإجراءات وخا كدر إلى المواطنين ما عاونوش باش يلتزموا بيها ممكنش من المواطنين بالانتزام بالأمن يكن يلتزم الأمن يكن يلتزم واحد المجموعة إلا كانوا ما ملتزمين شمس نواحد المجموعة ملتزمين أما إلا دخلت السوق والاحي هناك م beepingّامة محرجة إذن الصحة دي المواطن كنوا الاعتباد فكل الخصصات تكن هي في المقدمة وخصص مواطنين يعاونوا يعاون الجهات الصحية والجهات الأمنية والجهات التراضية والجهات الإدارية في مختلف الإدارة كي يديروا جهود كبيرة جداً ولكن إن شاء الله بالتعاون دي المواطنين يمكننا نصلوا لنتائج أحسن بإذن الله نعم التوقعات بالنسبة للتلقيه واش عندناش فكرة فوقاش قاعدنا نوصله لذلك المناعة الجماعية اللي نقدر نقوله الحمد لله احنا بدينا تنشوفوا الرأس دي النفق وذب احنا وصلنا 15 مليون ما ذلك بقي 14 مليون باش نوصله 28 مليون تقريباً بين 28-30 مليون هي الفئة المستهدفة عندك ثم 18 سنة أو تقريباً بلادنا إذا كانت هذه فئة مستهدفة فتنان نص فتنان نص دي الفئة المستهدفة بالنسبة للتلقيه الأول فلذلك باش نوصله نكمل النص التاني غد يخص واحد شوية دي وقت هذا شي ما مرتبتش فقط بالإيرادة دي لنا احنا مرتبت أولاً بوجود دي اللقاحات اللقاحات يكونوا موجودين واللقاحات صحيح قدرنا بلادنا الحمد لله بقيارة جلالة الملك دي الواحد جهود كبيرة وحصلت على اللقاحات وحصلنا عليها باش نعرفه الحرب دي اللقاحات اللقاحات الحصول عليها تين حرب عالمية حرب بمعناها تنافس شارس كل واحد يبغيه وإله وليشري كل واحد يأخذ والدول اللي كتصنع كتحاول ما أمكان تلبيه الحاجة يدي لك كلها هي اللولة عادي ممكن تصدر فلذلك الحصول على اللقاحات ما يكفي من اللقاحات ماشي حاجة سهلة حاجة صعبة باش نعرفه هاد المسألة هذي أرى اليوم في إفريقيا سستاشر مليون تقريباً لملقحين ستاشر مليون تقريباً عشرات المليون لملقحين رقيحين عشرات المليون ونصف في المغرب معناها ذلك مما يعني أنه كان صعوبة كبيرة للحصول على اللقاحات من قبل جميع الدول واحتحنا الدول اللي عندها صعوبة ولكي الحمد لله المغرب استطع بسبب الجهود اللي تمت اللي تمت وزارة الصحة وزارة الداخلية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون كلهم تعاونين وعدد من الوزارة الأخرى وليدارة الدولة كانت جهود كبيرة الحمد لله حصل الله ولكن نصل المناعة الجماعية باخي يخصوا شوية الوقت فلذلك أرى ما كانش بديل ما كانش بديل على كل شيء يتعاونه وكل شيء يدير من جهته يلتزم بالإجراءات ويطلب من الأخرين يلتزموا بالإجراءات يعاون الأخرين التعاون نعم باش ندزل الشأن الحكومي غادي نسأولك سيد الرئيس واش فهذا الحالة هذه اللي تنعيشون والانتخابات اللي احنا مقبلين عليها واش الوزارة غادي ياخدوا شيء عطال ديلهم لا هو كي بعض الوزارة اللي غادي ياخدوا عطال ولكن عطال قصيرة ولكن الحكومة كحكومة الحكومة كحكومة الطاقم اللي هو ما رتبط بالخصوص بالجائحة نحن ما لدينا عطال إذا وزير الصحة وزير الداخل وزير الشؤون الخارجية وانتوا ممكن تشوفوا كلهم ناشطين وكلهم حاضرين وكلهم حاضرين وأيضا حتى الإدارين لأن ما نشوفوا غير الوزير وزير هذا شخص ولكن ركاين إدارة وتنحييهم كاملين لأن تعبئوا في هذه المرحلة هذه الجائحة من البداية دي إلى اليوم تعبئة شاملة كاملة مستمرة لنوجه هذه الجائحة والحمد لله ستوقع والحمد لله على ترخيص دير العطال بالنسبة للخرين إيه اللي بغى عطال قصيرة ومداخل مغريب بعد أسبوع أحيان أقل أو زي شوية وسيلة 8 أنا مبرمج ستكون عنده عطلة هذا العام فمبرمج عطلة لأسباب متعددة من بينيات وضعية الجائحة نرجع للحكومة وإلى البيلان ديرها هناك من سا كان معكم في الحكومة والآن ينتقدكم في بعض الإنجازات اللي أخفقتي وفيها مدرتواج في الحكومة هذه الإخفاءات مثلا في التعديم تيقولك التعديم الحكومة رغم ذاك القانون الإطار ما زال التعديم في الوضعية ديره كما هي كانت الصحة رغم الجهود اللي اعطيته والمال اللي بيجي اللي طلع باش تمكن يواجه هذا الجائحة بقى المستفيات في حلق مزرية شو تقوله على هذه الانتقادات أولا اللي اللي كيقول بأن التعليم اليوم بقى كما كان فجتت الحكومة هذا كينكر الإنجازات الكثيرة اللي يقدر في مجال التعليم مجي فقط القانون الإطار قانون الإطار في حد ذاته إنجاز ولكن القانون الإطار في عدد من الأوراش اللي تلقى تقبل قانون الإطار وبعد قانون الإطار واللي هي مضمنة في الاستراتيجية ديال إصلاح منظومة الطبية والتكوين الرؤية الاستراتيجية اللي هي طورت وولت القانون الإطار عدد من الأوراش بدأت التعليم اليوم مجي هو كما كان قبل كان تحسن في عدد كبير من المؤشرات ولكن تحسن ماشي معنى أن نقضينا على جميع النقص والخلال لا باقي قدامنا ميدار ولكن اليوم اللي مهم بزاف هو أن القطار ديال الإصلاح ديال التعليم تحط على السكاديالو وبدأت أوراش مهمة ديما كان أعطي مثال واحد وهو عليه نقصه عدد من الأمثلة ديال التعليم الأولي البرسكولير تعليم الأولي اللي فاشتسلمنا الحكومة كانت عدد الأطفال اللي عندهم 4 سنين و 5 سنين اللي في التعليم الأولي بما فيه الكتاتيب القرآنية تسعدوا 40% يعني قل من 50% وما عمر في تاريخ المغرب كله تجاوز عدد الأطفال اللي 4 سنين و 5 سنين اللي في التعليم الأولي 50% ديال برنامج ديال تعميم التعليم الأولي كانت تعرض أمام جلالة الملك هذا البرنامج بدأ هذه 3 سنوات 4 سنوات دبا السنة الرابعة دبا الآن وصلنا إلى 72% ديال الأطفال ديال 4 سنين و 5 سنين اللي في التعليم الأولي بدأت جهود كبيرة شركت فيها عدد من القطاعات وهذه نحو التعميم يعني عندنا برماج البرنامج للتعميم وهذا وهذه ركيزة أساسية لإصلاح التعليم لأن التعليم الأولي أساسي بالنسبة لجودة التعليم أساسي بالنسبة للمحاربة الهادر المدراسي فلذلك مدى نحن حيث واحد البرنامج اللي بديتين ويتقولش لي يا واحد البرنامج اللي جاي معوج 30 عام وتقول لي يا فعامان تلسنين ربع سنين صافي تقلب كل شي وتصلح كل شي مرة وحدة ولكن إلا عندنا ورش واضح بأفق واضح رؤية واضحة وعندنا البرنامج ممشي وعنده الأهداف دياله وغد يحققها ولو بعد سنتين أو ثلاث سنوات فهذا نجاح في حد داتي وهكذا محاربة الهادر المدراسي وهكذا تتمين الموارد البشرية الهادر المدراسي ربعك هو مشكلة لا لا ولكن تخف الهادر المدراسي نقص بشكل كبير جدا طيلة هذه السنوات نرأ علن على الأرقام وعلن على جميع الإنجازات التي تمت في هذه القطاع وفي قطاعات أخرى بالعكس كان قطاربهم من الأهداف لأنها هي الرؤية الاستراتيجية اللي نجيسة على التعليم فيها 2015-2030 ممكن شانا الهدف اللي مستطرى لـ 2030 تقول لي خلصك تديره في 2020 لماذا؟ لأن هذا الإصلاح كبير والإصلاح الكبير يحتاج لو حد شوية ديالوقت المهم خلصنا نكونوا كانت تقدموا الأهداف واضحة ما هناك 2030 هذيك الأهداف مرقمة واش كان نسيره نحو الأهداف رأى واضحة حتى هو كان نعرفه يمكن نقيسه نعرفه بأننا رأى كانت تقدموا من هذك الهدف هذا هو المهم التعليم عن بعد هذا من نوقات اللي هي بشلات لا إلا مشنا أنا ويكذبا للبادية السيد الرئيس ودخلنا على أسرة من البادية وقلنا لي أستفتي من التعليم عن بعد أتقول لكم بعدها شنا هو التعليم عن بعد أولا التعليم عن بعد أولا هذا جاء استثناء استثناء تفترضي الجائحة باش نعتقوه ما يمكن ما يمكن نعتقوه ما يمكن نعتقوه هي لجئنا لي بسبب ظروف الجائحة نتمنو مثلا ما نبقوهش نحتاجوا نلجئوا لي من بعد إلا كأداة تكميلية نعم ندوزوا لنقطة أخرى الآن سي رئيس الأنكوما تتهم الانتخابات الانتخابات أولا كيفاش الحزب نباتي تهي الحزب العدالة والتنمية كيفاش كيتهي كيتهي بعد الأحزاب الأخرى جادي نقول كيتهي كي يستعد نبقى نديروا له واحد مرشحين مرشحين إلا جاة الفترة ديال ديال إداع الترشيحات غايد يعود الترشيحات ديالهم غايد جي الحمل الانتخابين دور الحمل الانتخابية غايد جيوا يوم تصويت غادي نصوته نعم الانتخابات مميزة الآن بواحد قاسم انتخابي اللي الحزب العدالة والتنمية قال فيه قال إلى درجة أن شبه على أن الديمقراطية فيه خطر هذا 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 الموقف هذا لا تعتقدون أنه شوية شوية صعب وشوية أولا هذا الموقف من القاسم الانتخابي مش غير حزب عدت من موقف من القاسم الانتخابي على أساس أنه قاسم انتخابي اللي هو على أساس عدد المسجلي غير ديمقراطي ممكن بناء على أسس غير موجودة حتى في شي أدبيات في الفكر القانوني لمرتبط أنماط الاقتراع وغير موجود في التشريف دولة في العالم اللي كتدير نفس نمط الاقتراع دينا اللي هو النمط الاقتراع اللائحي النسبي هو يناقض حتى ما قامت به الحكومة دي السعبد رحمة يسمي سنة 2000 وجوج فجابوا هذا نمط الاقتراع والقاسم الانتخابي فيه واشنو هو وهكذا إذن هذا ما جيحنا فقط لك نقوله هذا قالوا أساتداء جامعيين قالوا خبراء بل احتى الناس اللي جابوا هذا القاسم الانتخابي واختما تسولوا عليه بدأوا كيروغوا واشنو هو الهدف منه وكيني يتبرأ يقول لك أنا جاعم عندي في المذكرة دي لي وخاه هو صوت عليه وجابوا كيني يقول لا أنا جاعم متافق ولكن هو صوت عليه كل واحد دابا غير هذا التبرأ من بعض أحزب منه دليل على أنه غير منطقي وغير معقول وغير ديمقراطي طيب بعض الأحزاب جاوا بعض الإخوان البرلمانيين ممتلين لأحزاب في البرلمان جاوا باش يبروا كي يقولوا إحنا أخصنا ما يكونش عندنا الحزب الواحد ولا الحزب المهيمين هذا التصريح هذا اللي قالوه عدد من البرلمانيين هذا دليل على أنه فعلا كانوا كيستهدفوا حزب عدده التمية والنتائج حزب عدده التمية فلذلك إحنا قومنا هذا الشيء اللي قدنا عليه جميع الوسائل القانونية والسياسية اللي هي في الدين رأى درناها بطبيعة الحالة شيء غد يضر يضر الديموقراطية الوطنية لوحظة عن الحزب يقولوا في خطر لكن غد يضر الديموقراطية الوطنية لوحظة عن الحزب لكم تنتقد وزارة الداخلية ورغم أن أنتم كحزب وزارة الداخلية إجراءات بعد الأيام الأخيرة أن تتقدم إجراءات ماشي وزارة الداخلية إذا زيانار صحيحتي نلعب ولكن رأى هذه وزارة الداخلية أنتم ترث معها في الحكومة لماذا هذه انتقادات الدقيعة عندما تكون بعض الأمور التي تحتاج إلى التصويب نحن كحزب سياسي ككل الأحزاب السياسية الأخرى أي حزب سياسي يدلب صريحات أو مذكرات يطلب تصحيح بعض الإختلات أو إشكالات التي تقع في الطريق في فترة للإعداد للانتخابات وهذا شيء عادي ويقعوا باستمرار وإذا وقع شيء حاجة راح نقوم بها نعم لأن الهدف هو تكون هذه الانتخابات شفافة ونازية وتعكس اتجاد الرأي العام هذا هو المهم في الانتخابات ما هو التمقع بالنسبة للانتخابات سيكون المرتبة الأولى تالية مفاجأة 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 الأمان العام لحزب عدد التمية في اجتماع اجتمع كهيئة التزكية واتخذ هذا بقرار أنا خمسات الوزايا سيأتمنى خمسات بارك الله ومجيتي اللوصي بعد المحمدية بعد إنسغان شنو هاد شوية هاد هاد السفار كل مرة دي منطقة وتتشوفوا على النوت الشباب رخ ستاوي يتغش هذه تكون لوائح لحزب عدد التمية تكون لوائح لحزب عدد التمية اللوائح لأكثر شبابات ونسبة متوسط السن فيها سيكون الأقل من لوائح لجميع الأحزب السياسية أما الترشيح لأمين العام لحزب عدد التمية فهذا قرار لا يعود لشخص لشخصي أنا لجيتي الميل ديالي أنا أنا لا أميل إلى أن أترشح لكن الحزب عنده تقدير سياسي آخر ليس فقط بالنسبة للأمين العام ولكن بالنسبة عدد من القيادات الأخرى السياسية نعم ما فيهاش واحد النوع من هذا من ريسك أنك أمين عام في أقدر الله إلى أخسر على الضالر القيمة القيمة نحن ما عندناش مشكلة مخاطرة في السياسة هذا جزء من فعل السياسي جزء من العمل السياسي لكن اللي هما دفعوا على هذه القضية كيقولوا أمين عام حزب عدد والتنية اللي كان رئيس حكومة كما درنا دائما نقولوا أمين العام لحزب عدد والتنية في 2000 2000 2000 2000 كنت نائب الأمين العام والترشح 2007 2011 2016 دائما الأمين العام كنت يترشح لحزب عدد والتنية وقد تقول لي يا الله لحد الأهل إحنا هذا سؤال سابق لأواني نحن دبان ما كان نقشوش على التحالفات التحالفات نقشوها من بعد الانتخابات مباشرة لكن عمرك ما فكرت متحالفات شكل حزب اللي تمكلا ما فكرتش الله إذا قاعد احتمالات واردة واردة جميع احتمالات واردة يمكن مثال مع حزب الحمامة شوف النظريا جميع احتمالات واردة وعمليا هذا قرار كيديرو الحزب في الوقت المناسب دبعا أنا كل حال هذا سابق لأواني النقش فيه بحالي لقلتي نقش في حاجة لبقي الشرط ديالها نعم السيد الرئيس شكرا على هذه الأجوبة قبل ما نختم بغيت نطرح عليك ثلاثة ديال الأسئلة خاصة اللولة في حالة إذا نجحتي أو ما قلتيش رئيس الحكومة واشغلت ترجع العيادة ديالك طبيعي العيادة ديالي بقي كينة بقي كاريها إلا ما نبقاش شي سبب باش ما نكونش في العيادة ديال يعني نرجع للعيادة ديالي تعتمارس كما كنت كما نعم قد نعطيك واحد اسمية سوفيان البقالي سوفيان البقالي هذي اسم هذي يحيك بشيء هذا لا سوفيان البقالي هذا هذا بطل مغربي حصلا على ميدالية ذهبية لذلك أنا هنته وخصنا الأبطال ديالنا دائما ما سي فقط نهنيهم ولكن تكون لعناية بهم عنده شي تحفيز نعم كي شي تحفيز بهذا الناس بحركة في حالة مدى بحركين إجارة الإدارة اللي مكلفين بهذا الملف لا نقول بأنه المغريب بقي محتاج باش يدير خطة ويدير استراتيجية باش يكون عنده أبطال على المستوى العالمي ويزيد هذا النوع ديال الأبطال آخر شؤال وهو علمت أن مؤخرا أن عندكم واحد هواية ديالجمعة التوابع وهواية ثانية هي ديال بطاقات البريدية بريكارت بوستار سلعة 80 لم يعرف هو جمع التوابع البريدية هذه هواية قديمة عندي ولا زلت متمسك بها لأن التوابع البريدية خصوصا ديال المغرب أنا بالخصوص ديال المملكة المغربية التوابع البريدية من أول طابع بريدي في نهاية القرن التاسع عشر اللي فاش كانت كان البريد المحلي كتسمى البريد المحلي اللي كانت طوابع فقط من مدينة إلى مدينة وليس على المستوى التراب الوطني توبع لذلك هذه الطوابع الباردية هي تسطر تاريخ دي البلد هي تلقى فيها معلومات غنية جدا ونادرة في معرفة تاريخ دي البلد وفي معرفة حتى بعض الخصوصيات المحلية وحتى في مقارنة نمط العيش منذ قرن من الزمان مع نمط العيش اليوم وقد يد البطاقة الباردية لكارت بوستال حتى هم نفس الشيء أنا ما كنتجب عش أي كارت بوستال البطاقات الباردية دي البداية من نصف الأول للقرن الماضي من نصف الأول للقرن الماضي أو قليلا نهاية القرن التاسع عشر وما قليلة جدا هذه البطاقات كانت ترسم أيضا نمط الحياة في البادية المغربية في المدينة المغربية بعض المدن كتعرف الشوارع كيفاش كانوا في 1920 يمكن تقارنهم اليوم 2020 يمكن تعرف حتى الميناء كيفاش كان في 1920 يمكن تقول لا في 2020 يعني كان وقد تعطيك وقد تعطي معلومات مهمة جدا بطبيعة الحالة هذه ماشي صور هذه بطائق باردية أصلية أصلية وأنا هتميت بهذه القضية هذه لأنه كان أعتبر بأن البطاقات الباردية والتي في الغالب كتكون في دول أخرى ما نشي في المغرب لأنه أرسلت من المغرب لهاديك الدول يرجعها ويرجع تورات وطني تورات وطني يرجع البلاده وهي مهمة جدا في التسطير بعض المعالي مما التاريخية مما الجغرافية مما نمط العيش أمور كثيرة جدا وفيها ذخيرة من المعلومات والاهتمام بها مهم جدا سيد سعد الدين العتماني شكرا على هذا الحوار اللي جمعت فيها واحد عداد من القضايا نتمنى ونتقاوك في فرصة أخرى إن شاء الله مشاهدي نتهت الحلقة دينا دي القرون فورما نضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة